السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم قناة السوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبار الفصل الثاني في مدى التربية الإسلامية لسن الرابعة ابتدائي سأترك لكم هذا النموذج جاهز لاتباعة في صندوق الوصف على شكل بيدياف وعلى شكل صور إذن نبدأ بها التمرين الأول قال أضعوا صحيح أو خطأ أمام كل عبارة إن شراحوا الصدري يكونوا بالعلم وكثرة الطاعات أولو العزم من الرسل هم أربعة الصوم واجب وهو ركن من أركان الإسلام كانت عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم منذ صغاره أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو آخر العشرة المبشرين بالجنة إذن نبدأ بإن شراحوا الصدري يكونوا بالعلم وكثرة الطاعات نعم إن شراحوا الصدري يكونوا بالعلم وكثرة الطاعات إذن هنا صحيح أولو العزم من الرسل هم أربعة لا أولو العزم من الرسل هم خمسة وسموا بذلك لصبرهم وثباتهم على الحق إذن خطأ لأنهم خمسة وليسوا أربعة الصوم واجب وهو ركن من أركان الإسلام صحيح وركن من أركان الإسلام كانت عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم منذ صغاره نعم صحيح أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو آخر العشرة المبشرين بالجنة لا أبو بكر الصديق هو أول العشرة المبشرين بالجنة إذن هنا خطأ ثم في التمرين الثاني قال اربط بين العبارة وما يناسبها أبو بكر الصديق هو من صفات المسلم الصالح كان الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الأنبياء والرسل بشر كلفهم الله تعالى في الجهة المقابلة لدينا يكثر من قراءة القرآن والصدقات أول الخلفاء الراشدين بتبليغ كتبه للناس الإحسان إلى اليتيم والسائل إذن أبو بكر الصديق هو هو أول الخلفاء الراشدين نعم إذن أبو بكر الصديق هو أول الخلفاء الراشدين ثم من صفات المسلم الصالح الإحسان إلى اليتيم والسائل إذن الإحسان إلى اليتيم والسائل من صفات المسلم الصالح كان الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بتبليغ أم يكثر من قراءة القرآن إذن يكثر كان الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يكثر من قراءة القرآن والصلاة والصدقات الأنبياء والرسل بشر كلفهم الله تعالى بماذا؟ بتبليغ كتبه للناس إذن الأنبياء والرسل هم بشر كلفهم الله تعالى بتبليغ كتبه للناس ثم مع 83 قال أكمل الصورة بما ينسب بسم الله الرحمن الرحيم نقاط ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ لك ذكرك نقاط إن مع العسر يسرى ثم نقاط وإلى ربك نقاط إذن هذه الصورة هي صورة الشرح تبدأ بألم نشرح لك صدرك إذن ألم نشرح لك صدرك إذن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك ثم فإن مع العسر يسرى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إذن ألم نشرح لك صدرك ثم مع التمرين الرابع قال أكمل بالكلمة المناسبة مما يلي الشمس العفو يقتدي الصوم الشهوات المؤمنين الفجر وأخلاقه إذن نقاط هو الامتناع عن الأكل والشرب ما هو الامتناع عن الأكل والشرب إذن هو الصوم إذن نقول الصوم إذن الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر وسائر الشهوات وسائر الشهوات من طلوع ماذا؟ من طلوع شمس لا من طلوع الفجر من طلوع الفجر إلى غروب إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس ثم نقاط المسلم بأبي بكر إذن يقتدي أو أقتدي بأبي بكر يقتدي المسلم بأبي بكر في ماذا؟ في أخلاقه في أخلاقه الرفيعة وخصاله الحميدة الحلم والعفو الحلم والعفو من صفات الله تعالى التي يجب أن تكون في ماذا؟ التي يجب أن تكون في المؤمنين التي يجب أن تكون في المؤمنين مفهوم؟ إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تعالينا اليوم أتركوا في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر